بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفى صلى الله عليه وسلم تعالوا نستحضر كل ليلة كل يوم ثلاث وفي الليلة المباركة الجميلة الحلوة ديت تعالوا نتخيلنا نحن داخلين على حبيبنا وسيدنا وأسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم بكل هدوء وأدب وسكينة وزي ما بنقول كل مرة اوها هتنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم دخلنا المرات لقينا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أهد وسط الصحابة وبيعلمهم وبيربيهم وبيقدمهم صلى الله عليه وسلم وحبيبنا هو اللي رب الصحابة عشان كده خير جيل طلعت عليه الشمسة وغربت بعد الأنبياء والمرسلين أصحاب سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم قاعد بيعلمهم كل خير في أمور الدنيا والأخرة والدين صلى الله عليه وسلم وفجأة لقوا بيقول لهم كلمة جميل أوي قال لهم صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله صحاب عهدين مستغربين يعني ايه في ذمة الله يعني في عهد الله وامانه وحمايته وحفظه وكلاءته سبحانه وتعالى انت في حماية ربنا انت في حفظ الله سبحانه وتعالى برضو لسه الموضوعهم يعني النبي محتاج يشجعهم أكتر فقال صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة بشر الناس اللي بتروح لصلاة العشاء وصلاة الفجر بان ان شاء الله يوم الايامة النور بتاعهم يبقى تام وكامل بفضل الله سبحانه وتعالى عشان كده عنوان حلقة اللي لا دي النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الفجر الله انا باعتبر صلاة الفجر مشروع لاعادة الوعي للامة والاعادة النصر والتمكين للامة مرة اخرى صلاة الفجر بداية النصر دي حقيقة بجد والله العظيم ولذلك كان احد اليهود لما كان بيتكلم مع بعض علماء المسلمين فبيقول له بيقول له يعني احنا نعلم ان نبيكم صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر ووراء الحجر فينطق الله الشجر والحجر الحجر والشجر هينطقوا هيتكلموا اكراما لك يا عبد الله فينطق الله الشجر والحجر يقول يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعالا فاقتله الا شجر الغرقة فانه من شجر اليهود فاليهود ده بيقول للمسلم بيقول له انا عارف ان هيجي علينا اليوم اللي هتقتلون فيه وهنيجي لمنستخبى وراء الشجر والحجر وربنا هينطق ليكم الشجر والحجر بس مش الهيل بتاعكم قال لهم المين قال لهم المسلمين اللي هيستوي عدد مصليهم في الفجر مع عدد مصليهم في صلاة الجمعة في الوقت دوت هنخاف من المسلمين وهنعرف ان المسلمين فاءوا ورجعوا لدينهم وعرفوا فعلا قدر هذا الاسلام وقدر انفسهم في ظل هذا الدين في الوقت دوت هو ده اليوم اللي هيهلك فيه اعداء الله سبحانه وتعالى الصلاة صلاة الفجر وسبحان الله حبيبي كل حاجة تتركها لله ربنا يعوضك بحاجة افضل منها الف مرة تروح صلاة الفجر والضحي بالنوم والراحة والنوم الجميلة والراحة في البيت ربنا سبحانه وتعالى يكرمك بالنور التام يوم القيامة تسجد لله وتنزل بالأنف والجبهة ومأعز حاجتين عندك وتنزل بهم في الأرض وفي الطراب ربنا يرفع قدرك ويبني لك بيت في الجنة ويقال جل وعلا واسجد واقترب هايستغرب ربنا اسجد ولذلك ربيعة لما النبع السلام قال له سألني شيئا يا ربيعة قال اسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله قال او غير ذلك قال هو ذاك يا رسول الله قال فاعني على نفسك بكثرة السجود لله فانك لا تسجد سجدة لله الا رفعك الله بها درجة في الجنة الله على جمال الصلاة ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم وسبحان الله تصوم وتعبتش وتحرم نفسك من الاكل والشرب والمتعة والشهوة ربنا سحالة تعالى يكرمك يوم الايامة بانك تدخل من باب الريان تتفرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا يفرج الله عنك كربة من كرب يوم القيامة تغض بصرك عن النظر الى النساء ربنا يكرمك يوم الايامة بلذة النظر الى وجيه الكريم سبحانه تعالى وجوهن يومئذ ناظرة ايه السبب الى ربها ناظرة للذين احسنوا الحسنة وزيادة فالحسنة هي الجنة والزيادة هي النظر الى وجه رب الجنة سبحانه تعالى حبيبي وروح قلبي وبحب المسلمين وبتقرب الى الله بحب كل مسلم على وجه الارض هي صلاة الفجر صعبة واحد يقول اه بجد صعبة اقولك لا هي مش صعبة واكبر دليل على كده ان المولى عز وجل قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها وربنا فرض علينا الصلاة الخمس الرجال لازم يصلوا في المسجد الا اذا كان هناك عذرهم شرعية فهذا جائز ان يصل في البيت والنساء ليهم ان هم يصلوا في المسجد لكن لا يفرض عليهم ولا يجب عليهم الصلاة في المسجد فيجوز انهم يصلوا في البيت بل صلاتهم في البيت افضل من صلاتهم في المسجد سبحان الله فكون ان ربنا يوجب عليك ان اكتصل للصلاة الخامسة وان ضمنها طبعا صلاة الفجر ان اكتصل لهم في المسجد فمعنى كده ان ربنا ميصر لك الامر وانه ليسير على من يصره الله عز وجل عليه واستعينه بالصبر والصلاة وانها لا كبيرة الا على الخاشعين فاذا المسألة مهاش صعبة وبعدين انت لما تنظر الى نشاط اهل الدنيا وهمتهم العالية في كسب امور الدنيا تقول الله ده من ده اولا ان انا كرجل طالب اخرة وطالب جنة يكون نشاطي اكتر منهم واحنا في امريكا كنا نروح نصلي الفجر حوالي الساعة اربعة اربعة ونصف مش متذكرة توقفت بالضبط فكنا نخرج من الصلاة للاقي الامريكان طالعين في نشاط لا يخطر على قلب بشر الكل طرع رايح شغله وبعدين قبل ما يروح شغله كنا بنشوف منظر عجيب جدا كنا بعد ما بنصلي الفجر كنا بنحب نتمشى كده نشم شوية هواء ونلاقي الامريكان كتير منهم بيلعب رياضة ويلف التراكات الموجودة في المدينة العامة علشان يتنفس هواء كده جميل ونقي وعشان ينشط العمل ويروح شغله من الساعة تمانية او سبعة او ستة حسب ظروف شغله لحد الساعة اربعة في نشاط وفيهمة عجيبة جدا لحد ما يجي نهاية الاسبوع الوك اند ويقضي الوك اند ويتمتع متعة الدنيا كلها فبيخلص في شغله قوي وبيخلص في ان هو يتمتع بأجاسته قوي وبيدي كل حاجة حقها على التمام والكمال الا ان هم طبعا ما اعطوش حق ربنا لاني لسه ما اسلموش فلو اسلموا لا عرفوا قدر الله سبحانه وتعالى الشيء في الموضوع ان الواحد تم بينظر لهمة اهل الدنيا يقول سبحانه الله من باب اولى بقى ان المسلمين ينشطوا لصلاة الفجر وحيانا تلاقي ناس كتير جدا حتى من المسلمين اللي حيشين في بلاد الاسلام تلاقي ما شاء الله عنده نشاط وهمة عجيبة جدا ليه شغال هو ساكن في محافظة وشغلته في محافظة تانية فبيطلع بدري جدا ممكن يكون قبل الفجر كمان بنص ساعة وطالع ومتكلفت في از البرد وعز الشتا عشان رايح يلحق شغله ويرحق الامضة قبل ما الدفتر يتقفل مع ان فيه دفتر تاني اهم من الدفتر دو الدفتر اللي الملائكة بتكتب فيه اسماء المسلمين اللي شاهدوا صلاة الفجر ويطلعوا يقولوا لربنا سبحانه وتعالى تركنا فلان وهو يصلي وجئناه وهو يصلي ويتكتب اسمك في قيمة الناس اللي بتسجد لربنا اللي بيقربوا اكتر واكتر اللي ربنا قال لهم واسجد واقترب فبيقربوا كل صلاة بيقربوا من ربنا اكتر واكتر لحد دم يوم القيامة يكونوا اقرب الناس للنظر الى وجه الله سبحانه وتعالى عايز اقول حاجة تانية عايز اقول وبالله عليك وخليك صالح مع نفسك لو قلتلك ايه رأيك تيجي تصلي الفجر كل يوم وانا مستعدة بديك ان شاء الله ان شاء الله الف جنيه كل يوم ايه رأيك تاخد الف جنيه وصلي الفجر قولي يا شيك محنون انت بتهذر الف جنيه وصلاة فجر واقسم بالله ده انا في خمسة جنيه وصبق اكش ان اصلي الفجر وقيام ليلي يعني اخبالك واخلص المواضع كله اقول لك حبيب قلبي لو اديتك فعلا بجد بدون مبالغة لو اديتك الف جنيه كل يوم على صلاة الفجر فجينا عدينا السنة لانها 365 يوم فاديتك في 365 يوم 365 الف جنيه وفي اخر السنة ربنا قدر انك تموت تحب تنزل القبر وانت تملك 365 الف جنيه ولا تنزل القبر وانت تمتلك 365 صلاة فجر وقفت فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى شفت قد ايه نعمة كبيرة قوي فيت ناس كتير من المسلمين بكل اسف ما شاء الله في الظهر والعصر والمغرب والعيشة المساجد مليانة واحيانا بيفرشوا برا وفي صلاة الفجر الامام بيقف وراء اتنين او تلاتة اقسم بالله سبحانه وتعالى كنت زمان من خمس سنة ساكن في مكان ما كنت احيانا اخش المسجد اقذن واستنى 25 دقيقة وملالاقش حد يصلي معايا واقيم وصلي الواحد صلاة الفجر واحيانا كان واحد يصلي معايا واحيانا كنت اطلع في الشارع كده واي واحد وقف اقول له بالله عليك تعالى صلي معايا طب تاخد اي حاجة وتصلي معايا اي حاجة بس ايه بس تاخدش تصلي معايا اشان ادرك الجماعة تخيل حضرتك لما نزجد كامل ما فيهوش غير واحد او اتنين بيصلي الفجر حاجة 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 تحزن عشان كده بقول صلاة الفجر هي بداية النصر اللي ما بيصليش الفجر بياخر الامة خطوة في طريق النصر صلي الفجر عشان ربنا يجلب النصر الامة كلها ربنا يجمعنا اياكم على الخير دائما قل انت كده بصراحة عشان محمول سخنتنا بقى عايزين بقى نعرف بقى افتح الكتالوج قلنا صدائل وصمرات وحلويات صلاة الفجر عشان نصلي الفجر بقى حافظ عليه من النهاردة عهد امام ربنا سبحانه وتعالى هنوعد بعض امام الله وربنا شاهد علينا سبحانه وتعالى يا رب بنعهدك يا رب من اللي لدي ان شاء الله كل اللي عاديين قدامي اخوة واخوات لساء ورجال واطفال وصديان والكل ان شاء الله هنصلي الفجر من اللدي وهندعلكم وهندعلكم من القلب والله في التلت الاخر من الليل ان كل اللي شايف الحلقة ديت وهيصلي الفجر ويواظب عليها والله بندعيله بنقول يا رب كل اللي هيبدأ يصلي الفجر من يلادي يا رب اجمعه مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين قوله أمين اللهم أمين يا رب العالمين فضاء الصلاة الفجر حيث أقول لحضرتك حاجة لو ما كانش الصلاة الفجر أي فضيلة في الدنيا سوى إنها قربة بنتقرب بها إلى حبيبنا سبحانه وتعالى وهل هناك أحب إلى قلوبنا من الله اللي خلقنا ورزقنا وأكرمنا وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها والله ما ليقدر نعد نعم ربنا والفضل ربنا من نعم ربنا وأما بنعمة ربك فحجف والله يا إخوة أنا في السكة بقالي 3 ساعات بحاول أوصلكم من زحام الطريق 3 ساعات ولسه واصل من دقايق قبل الحلقة وبقول يا رب تقول السكة يا رب ده رزقوهم يا رب يا رب يسر يا رب بس أوصل عشان أقول لهم صلاة الفجر عشان نصلي الفجر يا رب عشان الناس يتسجد لك يا رب وتخش بيتك يا رب وتقف بين إيديك يا رب لعله وعسى يمكن ترحمهم بالصلاة دي وسبحان الله وبعد أما خلاص بتصل بأخوة اللي سأشيري بقوله مش عارف هاجي يقدر ربنا في نفس اللحظة الطريق فتح وتتيسر من عنده وعند حصن ظن بالله تخيله كان السر في إيه والله العظيم هتستغربه وعطوله بقى الشيخ مديره ويشوالله والله العظيم كان السر في إن طول السكة بكتر من حكتين استغفار وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لإني نبي قال له أبي بن كعب لما قال له يا رسول الله كم أجعل لك من صلاة قال الربعة فإن شئتها فإن زدت فهو خير لك لحد ما في الآله أخير خالص قال له أبي قال له أجعلها كلها صلاة عليك يا رسول الله قال له إذن يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك فكان هم كبير بالنسبة لي عايز أصلكه عايز ألتقي بيكم ما بحبش أتحرم أبدا من لقاء الثلاث ليلة في بيت النبي بحثت ببركة النبي في البرنامج فكان ربنا ميسر ميسر فدلت مقفولة مقفولة واتفتحت بره واحدة عشان نصلي الفجر إن شاء الله فلو ما كانش فيه أي ثمرة لصلاة الفجر سواء إن هي قربة بنتقرب بها إلى الله لكان كفاية من إحنا نحافظ عليها بفضل الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى يعني يعني أو ليه يعني ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة الخمسة لكن أعطى اهتمام خاص جدا لصلاة الفجر تعالوا نشوف ربنا بيقول ليه ربنا بيقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل دلوك الشمس صلاة الظهر إلى غسق الليل صلاة العشاء وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يبقى ذلوك الشمس الى غسق الليل خدت كم صلاة اربعة ظهر عصر مغرب عشا اختصرها كلها في كلمة ذلوك الشمس الى غسق الليل ورح افرد صلاة الفجر الوحدة وقال ايه وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا تشهدوا الملائكة وسمى صلاة الفجر بقرآن الفجر لانه يستحد في صلاة الفجر ان الامام يطول شوية في القراءة ولكن حطها تحتها الف وخمسمة خط اذا كانت حالة المأمومين تتحمل ذلك وإلا فالاصل هو التخفيف لنص حديث النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من أم بالناس فليخفف فان فيهم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة فاذا صلى لنفسه فليطول ما شاء يبقى اذا اخوي وحبيبي يبقى اذا صلاة الفجر لها مكان خاص جدا عند ربنا حبيبنا سبحانه وتعالى علشان كده كان واجب علينا ان احنا نحافظ على الصلوات كلها وخصوصا صلاة الفجر يبقى اول حاجة لما فتحنا الكتالوج عشان نشوف ثمرات وجمال صلاة الفجر اول حاجة ان صلاة الفجر قربة الى الله تعالوا نكمل ونفتح الكتالوج ونشوف الخيرات اللي مستنيانا وهتسمع كلام ربما تكون بتسمعه الاول مرة هتسمع كلام جميل بجد بس صلى على حبيبك لالتقي بعض الفاصل صلى على حبيبك سلام عليكم ورحمة وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد وفو مرحبا باخواني واخواتي واهل واحبابي رجعنا لكم بعض الفاصل تعالوا نفتح الكتالوج مرة تانية ونشوف فضائل صلاة الفجر ربنا يجعلنا وإياكم من اهل صلاة الفجر رب العالمين واحنا في انتظار ان شاء الله اتصالتكم ومكالماتكم ومدخلاتكم معانا ان شاء الله في اخر حلقة ان شاء الله صلى الله عز وجل لانجمعنا دائما على الطاعة انه وليه ذلك والقدر عليه يبقى اول فضيلة من فضائل وثمرات صلاة الفجر انها قربة الى الله سبحانه تعالى واحنا دايما بنقول جماعة اللي بيحب حد لازم يعمل الحاجة اللي هو بيحبها ربك سبحانه تعالى اول اهتماما عجيبا بصلاة الفجر ليه احنا من نتمش بصلاة الفجر ونحافظ عليها حبا لله وطلبا لمرضات الله سبحانه تعالى وقربة الى الله دا اول حاجة حاجة تانية ان صلاة الفجر صلاة بتشهدها ملائكة الرحمن سبحانه تعالى الدليل حديث روى البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر يعني هي ورديات ورديات الملائكة جماعة من صلاة الفجر لصلاة العصر دي وردية ويطلعوا يقولوا للمولى عز وجل وهو اعلم سبحانه تعالى لقنا فلان بيعمل كذا وفلان بيعمل كذا من الفجر الى العصر ويجي الوردية التانية من العصر للفجر ويطلعوا الفجر والتانين يجوا ايه مكانهم وهكذا ورديات يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ثم يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ثم يعرجوا الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف ترقتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون إحنا رحنا لهم لأنهم بيصلوا ولما سبناهم برضو كانوا بيصلوا ما شاء الله مش واحد محافظ على صلاة عصر بس أو صلاة مغرب لا دم حافظ على الصلاة الخامسة في المسجد وخصوصا صلاة العصر والفجر لحاجة هولكوا عليها في إيه من ضمن الفضاء اللي هي جاية لسه في السكة أخير حضرتك إيه الملكة طالعين كيف ترقتم عبادي أيو يا ربي تركنا فلان الفلاني كان بيصل الفجر وفلان الفلاني لسه قاعدوا قدام الدش وفلان الفلاني لحد الآن سهران على المقهى وفلان الفلاني لحد الآن قاعد مع صحابه عمين بيقولوا نقط وبيهزرهم وفلان قاعد بفرج على كذبات الأريانة تحب يكون مين فيهم يتكتب اسمك في الملأ الأعلى فلان ابن فلان مطروك الآن سبنا دلوقتي وهو بيصلي صلاة الفجر فتكتب في أسماء المقربين اللي كانوا بيصلي صلاة الفجر في هذا اليوم رقم ثلاثة من ثمرات وفوائد صلاة الفجر أنه من صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله ولسه الحديث أيلينه في أول الحلقة الحديث روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله في ذمة الله يعني فيه عهد الله وأمان الله وحفظ الله وحماية الله سبحانه وتعالى تخيلوا للمسألة الأعلى سبحانه وتعالى لما واحد بيقول أنا يعني ما بخافش من أي حاجة لأن أنا في حماية فلان بي أو فلان باشا أو الوزير الفلاني أو الرئيس الفلاني أو رئيس الوزر الفلاني ده أنا مسنود سندة وزاي ما بيقولوا اللي ليه ظهر ما يضربش على بطنه سبحان الله تخائل بقى ولله المسألة الأعلى أنت لما تصل الصبح في جماعة وحضرتك لما تصل الصبح في جماعة أنت في اليوم دوت أنتم في حماية الله طب وليه تعرض لكم شوف يعصيله إيه قال صلى الله عليه وسلم من صلى صبحا فهو في ذمة الله فلا يطلب أنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم سبحان الله يعني اللي يتعرض لحد صلى الفجر خذوا بالك يا جماعة الموضوع خطير والله العظيم اللي يصلى الفجر في جماعة وحد يتعرض له فهذا الإنسان معرض لعذاب الله اللي يأذي حد بيصلى الفجر سبحانك يا رب شفت أنت في أمان قده عمرك شفت أمان أكتر من كده يعني اللي بيحميك ده هيعمل إيه أكتر من أنه يعني ممكن يعمل حاجة مشكلة بسيطة إنما تخال لما حد يكون بيصلى الفجر وواحد بيتعرض له فهو معرض نفسه لعذاب الله سبحانه وتعالى ولذلك تحضرني كثرة كده جميلة بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله سلام كان في يوم الآن من طفل صغير كده يعني صابي كده عنده عشر سنين كلم والده فهو قرأ الحديث من صلى الصبحة فهو في ذمة اللي قال له والدي ربنا يا بارد في حضرتك صحيني النهاردة أصلي مع حضرتك الفجر في جماعة فالأب يعني كان في الشتاء بقى وأيام دراسة وخاف على ابن الله أخو برد ما يروحش للمدرسة فمرضيش صحين فجيه الصبحية أول والد قال له قال له لما صحتنيش تصلاحة الفجر أنا مش روح للمدرسة فجيه صحيبة عاش للمدرسة قال له أنا قلت لحضرتك يا والدي بعد إزة حضرتك تصحيني صلي الفجر هروح للمدرسة ما تصحينيش مش روح للمدرسة يا ابني مستقبلك قال له مستقبلي عند ربنا سبحانه وتعالى إن أنا عايز ربنا يرضى عني وربنا لو رضى عني يا أبي هيكرمني دنيا وآخرة فانت صحيني بكرة صلي الفجر وهتلاقيني ما شاء الله حاضر وجاهز عشان روح للمدرسة قال له حاضر ثاني يوم رحم صحي لصنة الفجر صلي الفجر معه ورجع البيت فطر وحضر الشنطة ولبس لبسه وسلم على أمه وأبوه بس إيديهم ورح على المدرسة رح على المدرسة قدر ربنا سبحانه وتعالى المتأخر عشر دقائق فأول موصل المدرسة المدرس رح موقفه هو وثلاثة كمان متأخرين رح موقفهم مزنبهم ورح ضارب الثلاثة اللي قبليه وجي يضرب الرابع اللي هو مصلي الفجر دوت فجي قال له افتح ايضك يا ابني عشان يضرب يعني فقال له معلش يا أستاذي بعد ينزل حضرتك النهاردة بالذات ما تقدرش تضربني قال له ما أقدرش يضربني ده للمدرس بتاعك وأقدر أعمل اللي أنا عايزه قال له والله يا فندم والله حضرتك ما تقدرش تضربني النهاردة لأنك لو ضربتني هتعرض نفسك لعذاب ربنا سبحانه وتعالى قال له ازاي يا ابني قال له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فيه جماعة فهو في ذمة الله يعني في حماية الله فأنا دلوقتي في حماية ربنا تقدر تضربني قالوا لا مابرش خدت بقى حضرتك شوف فهم الطفل الصغير جاهزين مسألة يبقى من صلى الصبحة فهو في ذمة الله سبحانه وتعالى طيب تعالوا نشوف رقم اربعة ما احنا عايزين بقى يعني الالوف تنفتح ما انا بص انا وارك وارك لحد ما تصلي الفجر يعني انا يا انت لازم تصلي الفجر يعني لازم تصلي نفس ربنا يجمعنا في الجنة يا جماعة رقم اربعة ان اللي صلي الفجر يعني ياخد براءة من النفاق حكم ليك من حبيبك صلى الله عليه وسلم ان اللي يداوم على صلاة الفجر مستحيل يكون منافق كان قتادة يقول ما سهر الليلة منافق مش ممكن ابدا منافق يصلي قيام ليه او صلاة فجر ده مستحيل مستحيل واحد ولزاك المنافق ده ليه طول النهار ممكن يصلي وممكن يعمل لكن عند الفجر بالذات لازم يكون نايم سبحان الله حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول كما عند احمد بسنة ده صحيح بيقول او سؤل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر والعشاء قال لا يشهدهما منافق لان المنافق بالنهار بيحاول يظهر نفسه قدام الناس يجي بالليه ده يقولك لحدش شايف ولحدش درام من اللي راح وين اللي يجيه فينام فلا يشهد صلاة العشاء وصلاة الفجر منافق ابدا ولذلك توضح هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في رواية البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افقد الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء ولو يعلمون ما فيهما أي ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا اللهم صلى وسلم وزيد وبارك عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي بيقول لو تعرفوا الأجر يا مسلمين في صلاة العشاء وصلاة الفجر فيه جماعة وما قدرتوش توصلوا للمسجد إلا زحف على أديك ورجلكه روحوا وازحفوا وانتوا كسبانين تبعي ليه بيقول ولو ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا سبحان الله تعطيك خال كده طب ليه النبي ما قالش الأجر قالك لأن الفجر والعشاء والفجر بالذات صلاة تحتاج إلى صبر قايم في عز البرد يا جماعة بتوضب مياه سقعة ماشي في عز المطر ماشي في عز الشوارع متبهدلة وريح أصلي الفجر صبر والمولى عز وجل قال عن الصابرين إنما يوفف صابرون أجرهم بغير حساب الله وعشان الصيام من الصبر قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رأى مسلم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ولم يحدد الجزاء لأن الجزاء لا يخطر على قلب بشر فكذلك والله يا حباب قلبي صلاة الفجر ليها جزاء لا يخطر على قلب بشر وإلا كان النبي قال لنا الأجر بتاعها هي والعشاء عمين إزاي هتبقى لك فاللي صلي الفجر فيه جماعة يبرأ يبرأ من النفاق بفضل الله سبحانه وتعالى رقم خمسة اللي يصال للفجر يكتب عند الله سبحانه وتعالى من الأبرار ويكتب أنه من وفد الرحمن الدليل حاضر على هنا وعلى رأسي ما أي كلمة أقولها من غير دليل ولا كأنك سمعها دخلها من هنا وصلها من هنا لازم أقولك دليل بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم حديث روى التبراني في الكبير بإسناد الحسن والشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ في بيته ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر ثم جلس حتى يصلي الفجر كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار وكتب يعني كتب هو في وفد الرحمن اللي عايز يكتب الحديث هقوله مرة تانية من توضأ في بيته ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر ثم جلس حتى يصلي الفجر كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار وكتب في وفد الرحمن الأبرار فين؟ الأبرار فين؟ وهم من هم الأبرار؟ الأبرار في الجنة طبعا قال جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يا سلام يبقى الأبرار في نعيم ربنا يجعلنا وإياكم من أهل النعيم يا رب العالمين طيب وفد الرحمن وفد الرحمن اللي لما يخش الجنة يوم الأيامة لا يمكن يخش الجنة إلا هم ركبين على مراكب من النور من اللي قال الكلام ده؟ الحافظ بن كفير رحمه الله قال والوفد هم الذين يقدمون على الله يوم الحشر يركبون على مراكب من النور ربنا يجعلنا وإياكم من هؤلاء الأبرار الذين يكونون يوم القيامة في وفد الرحمن اللهم آمين رقم ستة عدوا معايا أنا عايزة تكتب رؤوس أقلام رؤوس أقلام موزعها على الناس وأقول لهم يا جماعة صلاة الفجر أبوس إيديكم صلاة الفجر صلاة الفجر بداية النصر للأمة صلاة الفجر بداية العودة بل العزة مرة تانية صلاة الفجر قرب إلى الله صلاة الفجر هتخلينا في وفد الأبرار صلاة الفجر هتخلينا في وفد الرحمن صلاة الفجر صلاة الفجر ربنا يجعلنا وإياكم من أهل صلاة الفجر وقيام الليل وإن شاء الله لينا حلقة إن شاء الله عن النبي وقيام الليل ونشوف النبي كان بيصلي قيام الليل إزاي ونشوفه أمرنا بقيام الليل إزاي صلى الله عليه وسلم رقم ستة اللي يصلي الفجر في جماعة يكتب له كأنه قام ليلة كاملة العشاء والفجر إيه الدليل على كده قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عنده مسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل يا سلام ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله يبقى اللي يصلى العشاء في جماعة كأنه قام نصف الليل واللي يكمل بقى ويصلى الفجر كمان في جماعة فكأنما قام الليلة كلها الله ده في الثواب مش في الإجزاء إيه الفرق بين الثواب والإجزاء حتى كده على الهامش كده نقولها بس بعد ما تصلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم قديك مثال بسيط خالص قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن صح كده يعني اللي يقرأ قل هو الله أحد سورة الإخلاص كأنه قرأ ثلث القرآن ده في الثواب مش في الإجزاء يعني من معنى إيه بمعنى ما ليش أقول إيه خلاص يا جماعة أنا هقرأ كل ولا أحد كل يوم ثلاث مرات وكأن قرأت الكرآن كلها ومش هقرأ ولا سورة من الكرآن لا غلط هي منحة من عند ربنا إن كل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن لكن هذا لا يغني عن قرأة الكرآن والدليل على هذا إن لو اعتبرنا فعلا إن كل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن وواحد داخل يصلي الله أكبر وما قرأش الفاتحة وقرأ كل هو الله أحد مش هقول ثلاث مرات خمس مرات ماشي وركع صلاته باتفاق وبإجماع العلماء باطلة إلا في حالة واحدة إذا كان هذا الإنسان لا يستطيع أن يحفظ الفاتحة بكل وشتى الوسائل والأساليب مش قادر وقد ورد في سنن أبي داود أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن فمش قادر أرى لا الفاتحة ولا غير الفاتحة طب أعملي إيه البديل عن الفاتحة مدام مش قادر يحفظ ولا حتى آية من القرآن قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر دي تبقى للإنسان اللي ما يعرفش يحفظ القرآن خالص تبقى بديل فيصلي ويكبر ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وده من باب التخفيف والدين يسر وجميل وما فيش أجمل من ديننا في فضل الله سبحانه تعالى تعالوا نكمل الثمرات ونفتح الكتالوج أكتر وأكتر ولكن بعد فاصل صلى الله عليه وسلم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جانا لكم بعد الفاصل وده الفاصل الأخير اللي بعدها على طول إن شاء الله لنطلقت صلاتكم ونسعد بسمع صوتكم إن شاء الله فضل الله سبحانه وتعالى قلنا رقم ستة إن اللي صل الفجر فيه جماعة كتب لها قيام ليلة كاملة قلنا في الثواب وليس في الإجزاء وسبحان الله في حديث جميل أو روال إمام مارك بسنة دانصعي إن عمر بن خطاب في يوم الأيام في صلاة الفجر فقط واحد اسمه سليمان ابن أبي حفمة ما جاش صلاة صلى الفجر عمر بن خطاب اليوم دوت خارج من المسجد ورايح السوق فمر على بيت سليمان فلقى والدته لها الشفاء فقال لها أين سليمان قالت له صلى الليلة كله حتى غلبته عينها فنام عن صلاة الفجر قال له عمر بن خطاب لأن أصلي الفجر فيه جماعة أحب إلي من أن أصلي الليلة كلها طبعا لإني ده الفريضة وهذا هو المقصود إن احنا نصلي الفريضة ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا في الحديث في الخدسية للدولة البخاري وما تقرب إليه عبد بشيء أحب إليه مما افترطته عليه رقم سبعة اللي يصلي الفجر ودي مفاجئة ده كبير قوي دي مفاجئة الليلة كأنه امتلك الدنيا كون لها بين إيدي وتصدق بها فكتبت في ميزان حسناته تخيل حضرتك إيه الدليل؟ حديث روى مسلم قال صلى الله عليه وسلم رقعة الفجر دي الصنة مش الفريضة رقعة الفجر خير من الدنيا وما فيها العلماء بيروا فيها تفسيرين يعني خير من زينة الدنيا وظهرتها الفانية أو خير من أن تمتلك الدنيا كلها وتتصدق بها فركعتين الفجر أفضل من أنت تتصدق بالدنيا كلها بفضل الله سبحانه وتعالى رقم تمانية أن ربنا سبحانه وتعالى جعل البركة في هذه الأمة في البكور أن أنت تصحى بدري وتصلي بدري وتخرج بدري وتشتغل بدري تلاقي البركة في عمرك أنا جربت مش تجربة يعني على يقين طبعا بس أنا جربت الموضوع وشفت البركة أن ربنا أكرمني وعلى الله ملك الحمد من باب وأما بنعمة ربك فحدث يعني ربنا أكرمني وعملت حوالي 160 كتاب منهم 100 كتاب اتعاملوا في فترة يعني حوالي 5 سنين اتعاملوا من بعد صلاة الفجر لصلاة الظهر في فترة البكور كنت بحس ببركة عجيبة كنت تمسك الألم حطه على الورق ما يتشلش من بعد يعني صلاة الفجر بحوالي نص ساعة كده من بعد صلاة الفجر لحد قبل الظهر بنص ساعة ما يتشلش أفضل اكتب على طول كده سبحان الله البركة ولذلك نبع سام حديث رواء أحمد وترميلي بسنة دان صحيح عن واحد اسمه صخر الغامدي رضي الله عنه ورده أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها راوي الحديث اللي هو صخر الغامدي كان يخرج للتجارة بعد الفجر مباشرة فكثر ماله حتى لا يجد كان لا يجد مكان يضع فيه ماله وكان نبي صلى الله عليه وسلم يرسل الجيوش دايما بعد صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم عايز فنوسك تقتر عايز ربنا يبارك لك في الرزقك بجد صلي الصبح واقعد في المصلى لحد الشروق واخرج بعدها بيع واشتري واشتغل هتلاقي البركة في حياتك كلها وفي حاجة تانية حلوة قوي بعد صلاة الفجر أجمل هوى وأحلى هوى في الدنيا وأنضف هوى تشموا بعد صلاة الفجر مش عشان العربيات لسه ما مشيتش لأ لأن اللي بيعصوا ربنا طول الليل بيناموا قبل الفجر بنص ساعة وليلسه عايزين يعصوا ربنا بيصحوا بعد الفجر بساعة فالفترة من قبل الفجر بنص ساعة بعد الفجر بساعة بفترة خالية من أنفاس العصاء ومليئة بأنفاس الطائعين فهي مغزية للقلب بفضل الله أجمل هوى في الدنيا بعد صلاة الفجر ربنا جعلوا إياكم من أهل صلاة الفجر رقم تسعة تاخد حجة وعمرة كل يوم بفضل الله يعني على الصفحة كده على رقيق كده حجة وعمرة تنتامة تنتامة الدليل حديث الترمذي بسنة الصعيح إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر فيه جماعة ثم قعد أو جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامة 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 وقال ده في الثواب وليس في الإجزاء مش معنى أن واحد يقعد ويذكر ربنا من بعد الفجر لحد الشروق ويصلى ركتين إنه بعد كده ما يروحش يحج حج الفريدة لا إنما يكتب هذا الثواب في الثواب أو يكتب هذا الأمر في الثواب وليس في الإجزاء يعني لا يجزئ عن حج الفريدة لكن يكتب لك الثواب حجة وعمرة كل يوم يعني في الشهر الكامل يعني بفضل الله تلاتين حجة وتلاتين عمرة يتكتبوا في ميزان حسنات حضرتك وفي ميزان حسنات حضرتك أنا عارف إن أنت زعلانا بطولة طب هم بيروحوا يصليوا في المسجد إحنا نعمل إيه؟ بسيطة خالص الثواب دوت هناخده كرجال بإن إحنا نعمل حاجات معاناة إيه هي؟ هنصلي الفجر في جماعة برقم واحد هنجلس في المصلى في المسجد مش لازم في نفس المكان اللي فيه ناس فاهمين الموضوع غلط بيقول لازم أجلس في نفس الحتة لا جوه المسجد وخلاص في أي حتة براحتك تالت حاجة يذكر الله مش هنوعب بقى نحكي حكايات وحواديت ونكت لحد الشروق ونوم صلى ركتين ولحاجة وعمرة لأكل السنة وحقيق طيب لأ دا أنت تذكر ربنا سبحانه وتعالى تقول أذكار الصباح خلص أذكار الصباح وفي وقت قعد أقرأ القرآن استغفر صلى على حبيبك أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون من صلى علي عشرا حين يصبح وعشرا حين يمسي أدركته شفاعة يوم القيامة صلى الله عليه وسلم إذن هتذكر ربنا وبعد الشروق بعد الشروق اقرأ النتيجة كده تلاقي مثلا الشروق مثلا الساعة خمسة إذا خمسة وتلت صلي يعني تستنى بعد الشروق تلت ساعة وتصلي ركتين ألف مبرو حجة وعمرة تامة تامة طب والنساء هيصلوا في البيت آه هيصلوا في البيت في جماعة ماشي تصلي مع أختك مع والدتك مع بنتك مع أي حد من النساء معك في البيت صلي معهم في جماعة أقعدوا أذكروا ربنا مش هنغتاب حد مش هنجيب سيرة حد مش هنقعد نحكي حواديد مش هنقعد نقول نكت لا هنقعد نذكر ربنا كل واحد يذكر ربنا لوحده سبحانه وتعالى وبعد الشروق بتلت ساعة نقوم نصلي ركتين ألف مبرو وانت قاعدة في بيتك حجة وعمرة تامة في الشهر حضرتك ممكن تاخذ تلاتين حجة وعمرة وألف مليار مبرو ربنا يتقبل رب العالمين رقم عشرة الملائكة تدعو لمن يصلي صلاة الصبح الله قلنا الحديث لكن فيه زيادة كده حلو أو حديث البخاري ومسلم أنا بيسعى صلى الله عليه وسلم يقول يتعقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرجوا الذين باتوا فيكم فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم كيف طرفتم عباد يكلون تركناهم وهم صلون وقتيناهم وهم صلون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتقول الملائكة رب اغفر لهم يوم الدين الله دي زيادة بقى الجميلة أن الملائكة بالنسبة لللي بيصلي صلاة الفجر في جماعة صلاة العصر في جماعة ما شاء الله والصلاة كلها في جماعة الملائكة تقعد تدعي لك بفضل الله رب اغفر لهم يوم الدين رقم 11 أخوه حبيبي وسامحنا الوقت بيجر بسرعة أن ربنا يصخر لللي بيصلي صلاة الفجر في جماعة يسخر له ملك خاص ملك خاص بحضرتك يروح معاك المسجد ويعمل حاجة معانا ويقول لك عليها دلوقتي ويرجع معاك البيت وتفضل في حفز هذا الملك طول ما أنت بتصلي فيه جماعة وترجع للبيت بفضل الله سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم يقول عفوا أحد الصحابة اسمه ميثم والحديث رواه ابن أبي عاصم وأبو نعيمي في معرفة الصحابة وصحابه الحافظ من حاجة في الإصابة وصحابه الشيخ الألباني في صحابة ترغيب عن ميثم وهو رجل من أصحاب النبي والحديث صحيح موقوف على هذا الصحابة والعلماء يقولون مثل هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا الصحابة بلغني أن الملك الملك يغضو برايته يغضو إيه برايته مع راية إيه شكلها الله أعلم يغضو برايته مع أول من يغضو إلى المسجد أول واحد يروح صلاة الفجر الملك معه بالراية بتاعته فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخل بها إلى منزله أو إلى منزله وأن الشيطان يغضو برايته إلى السوق مع أول من يغضو إلى السوق فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخلها منزله الله إيه معنى الكلام دوت أول واحد يروح للمسجد الفلاني كل مسجد دي بقى أول واحد أول واحد يروح للمسجد ويخش المسجد ممكن يكون هو المؤذر ممكن يكون هو الإمام ممكن يكون واحد من مصلين أول واحد يخش المسجد في صلاة الفجر خذوا بالكواب يغضو معه الملك برايته ويقف معاه يحرص من الشيطان وهو بيصلي وبعدما يصلي يرجع معاه يحرص من شياطين الانس والجن ولا يزال يرفع قدره ويعلي قدره ويرفع شأنه بين الناس حتى إذا دخل البيت دخل معه البيت فحرس البيت من الشيطان وامتلأ البيت بالبركة لأن البركة تدخل مع الملائكة والشياطين تطرد في هذا الوقت بفضل الله سبحانه وتعالى شفت قديث ثمرات جميلة ازاي تعالى نشوف اخر اربع ثمرات رقم 12 يوم الايامة لما كلنا محتاجين النور عشان نعد من على الصراط لأن الصراط منصوب فوق متن جهنم ربنا يا رب يعفل عفيكم من النار ونار جهنم اوقد عليه على الف عام حتى حمرت والف عام حتى بيضت والف عام حتى سودت فهي سوداء قاتبة مفيش نور فيعمل ايه؟ محتاج نور ربنا سبحانه وتعالى يرزق اللي بيصلي الفجرة فيه جماعة يرزقه بالنور التام التام يوم القيامة ابن مسعود بيوضح النور ده بيلك منهم من نوره كالشمس الله اكبر واحد بس مسلم موحد النور بتاعه اللي طالع منه زي نور الشمس اللي النور بتاع الشمس بينور الارض من على بعد 93 ألف مليون ميل ورغم ذلك واحد بس يبقى نوره كالشمس ومنهم من نوره كالجبل ومنهم من نوره كالنخلة السحوق الكبيرة ومنهم من نوره على قدر إبهام قدمه وضيء مرة وينطفئ مرة وده نور المنافق ربنا عافنا عافيكم قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الترمذي بسند صحيح بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة يا سلام محتاجين النور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور اللي ربنا ما يرزقوش بالنور ده مالوش نور يوم القيامة لابد من النور ده يعني قال جل وعلا يوم طرى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين أمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بصور له باب باطنه فيه الرحمة من ناحية المؤمنين وظاهره من قدري العذاب من ناحية الكافرين ينادونهم من وراء الباب ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فليوم لا يأخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم والنار وهي مولاكم وبئس المصير يغلق استطارة على المشهدين الحق جل وعلا ينادي على أهل الإيمان ينادي علينا عشان نحفظ حافظ على صلاة الفجر وعلى الطاعة وعلى كل طاعة الربنا من ربنا فيقول جل وعلا ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون أوعى تيأس شوف ربنا بيقول إيه بعدها بيقول اعلموا وركز معا بقا اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها يلي قلبك مرض بسبب ترك صلاة الفجر ويلي قلبك تعب بسبب البعد عن ربنا ويلي قلبك بات من كتر المعاصي ما في أس كل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطهم من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قادر ربنا زي ما بيحيي الأرض بعد موتها يحيي قلبك بعد موته أو يشفي قلبك من مرضي وتقوم أمني للهادي نصلي الفجر إن شاء الله نتوعد أمامك يا رب بين يديك يا رب إن شاء الله الكل يصلي الفجر للهادي إن شاء الله يبقى رقم 12 ربنا يعطيك النور التام يوم القيامة رقم 13 أمان من عذاب الله تأمل من عذاب الله بفضل الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقوله كما عند مسلم لن يليج النار ما حدش يدخلها أبدا لن يليج النار أحد صلى قبل طروع الشمس وقبل غروبها يعني صلاة الصبح وصلاة العصر ولذلك تأتي الفضيلة التي بعدها رقم 14 عهد بدخول الجنة لمن يصلي الفجر والعصر قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من صلى البردين البردين اللهم العصر والفجر من صلى البردين دخل الجنة آخر حاجة قبل من خرش على الفاصل رقم 15 من فضاء صلاة الفجر إنك ممكن تفوز بأعظم مؤجل نعمة يا رب ما تحرمنا من النعمة يا رب يا رب نعمة كبيرة يا رب ما تحرمنا منها لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الإمام بن نقايا بقول والله ما تلزز أهل الجنة بنعيم أعظم من النظر إلى وجه الرب الرحيم وما تعذب أهل النار بعذاب أشد من حجبهم عن رؤية وجه الرب الكريم قال جل وعلا عن المؤمنين وجوهن يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال عن أهل الجحيم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري ومسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشبس وقبل غروبها ففعلوا اللي هي صلاة الفجر والعصر الله ولذلك تجد حرص السلف على صلاة الفجر شيء عجيب شيء عجيب عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي العمر ده يقتل وهو بيصلي صلاة الفجر علي بن أبي طالب يقتل وهو بيصح الناس لصلاة الفجر الحسد بن صالح وحرصه على صلاة الفجر هو أمه وأخوه عليه شيء حاجة فيه الخيال أنا سبني مالك يعني بيبكب وكاء مريض جدا في يوم فتحة تستر ودي أختي مبيه قبل الفاصل في يوم فتحة تستر استعصت عليهم موقع تستر شهور طويلة وجه الفتح ربنا قدروا قبل صلاة الفجر فانهمكوا في القتال فشغلوا عن صلاة الفجر مش قادرين هصال الفجر ما بيقتلوا ازاي فانتصروا وبعد ما انتصروا صلاة الفجر بس أخروا صلاة الفجر ساعة أنا سبني مالك بعد عمره طويل كل ما يتذكر يوم تستر يقول مالي ولتستر أضاعت علي صلاة الفجر يوم واحد فجر واحد في عمر أنا سبني مالك بيبكي إن فاتوا صلاة الفجر وإحنا لما نبكي بقى النهار ده على اللي فاتوا صلاة الفجر عشرين وتلاتين سنة نعمل ايه إن شاء الله عهد نرجع نصلي الفجر إن شاء الله نستقي بيكم ونسعد بسماع صدقكم ونهيك ببعض الفاصل صلى على حبيبكم تعالوا لسهول بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوصف ونسعد بنور نبي الوصف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عجالة سريعة حبيبي قبل ما طلقت صلاتكم وشانب الموضوع بس متكامل نقول بسرعة كده في عجالة سريعة الأسباب اللي تعاني على صلاة الفجر ما احنا قلنا بقى دلوقتي الثورات بتاعة صلاة الفجر وتكلمنا عن مقدمة عن صلاة الفجر حيزين الأسباب في عجالة سريعة وسمحوه للوقت يعني ما بيسعدناش لكن نحاول بخاطر المكان في عجالة سريعة أول حاجة الاستعانة بالله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم بالله اخلص النية لله قول يا رب اللهم أعيني على صلاة الفجر يا رب يصلي صلاة الفجر ارجع لربنا ارجع لربنا قوله يا رب أنا ضعيف ما بعرفش أصحى ما بقدرش يصلي صلاة الفجر اشرح صدر صلاة الفجر عارفين ألز وقت تصلي في الفجر لما المطر يمطر لما الدنيا يتبقى برد لما تحس ان انت بالضحي ونازل وطارك شيء عظيم جدا جدا من أجل الله هتحس بسعادة الدنيا الأخرة بفضل الله سبحانه وتعالى بأول حاجة الاستعانة بالله تاني حاجة الإخلاص لإن لا يمكن حد يصلي الفجر إلا إذا كان فعلا إنسان أخلص النية لله فربني يصر ان يكون من أهل صلاة الفجر اللي أنا باعتبرهم صفة المجتمع بفضل الله سبحانه وتعالى رقم ثلاثة العزيمة الصادقة ان انت تعزم على صلاة الفجر ومش تقول يعني ايه إن ربني يصلي كنت صاحي أصلي منش صاحي خلص بقى رب جفور رحيم لأ قال جل وعلا ولو أراد الخروج لأعبد وله عدة يعني لازم ايه تاخب الأزداد رقم أربعة التفكر فيما أعده الله للمحافظين على صلاة الفجر اللي هي ثمرات الجميلة اللي احنا ذكرناها والعكس بتاعها اللي هي رقم خمسة التفكر فيما أعده الله للمتهاونين في صلاة الفجر يكفي ان صلاة الفجر لا يصليها منافق أبدا تبقوا اللي يتركها ممكن ممكن يقع فريسة لأن فقر ربني عافينا عافيكم بنتهمش الإنسان اللي ما بصيرش فجر بأن منافق يعني أعيزا بالله لكن بقول يعني ممكن يقع فريسة لهذا الأمر احذر أخوه وحبيبه رقم ستة ان نبعد نبعد عن الزنوب والمعاصر حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به من شيء انفقتوا منه ما استطعتم تبينيسي دا للنوافل بقى انما الثراء لازم تأديها طبعا وما نهيتكم عن شيء فانتهوا الزنوب كل زنب بينكت في القلب نكتة سوداء لحد ما يغلى في القلب بران كلا بران على كروبهم ما كانوا يكسبون لما واحد راح للحسن البصري مشتكالوا مش انه ما بيصليش الفجر لا هو بيصلي الفجر بس ما بيصليش قيام الليل فقال قيدتك ذنوبك ذنوبك هي اللي قيدتك وخلتك ما تقومش تصلي قيام الليل فما ظنك بمن يترك الفريضة التي أمرنا الله بها الصحبة الصالحة انت مصاحب ناس بيصلي الفجر بدلا الموبايلات بقى والمسجات التعبانة اللي بعض الشباب بيبعتها لبعض ابعت مسج لاصحابك وحبايبك الصلاة وخير من النوم قوم صلي الفجر صلاة الفجر يا لحمكم الله قوم صحيهم لصلاة الفجر واللي أجمل من ده كله صحيهم لقيام الليل وصلاة الفجر قبل الفجر بساعة ابعت مسجات واحتسب الاجر ده عند ربنا سبحانه وتعالى لو واحد صلى الفجر في جماعة خير من الدنيا وما فيها يبقى في ميزان وميزانك وكأنك تصدقت بالدنيا وما فيها أنت ومن صلى الفجر وداله على الخير كفاعل يبقى الصحبة الصالحة رقم تمامية النوم بطريقة النبي تنام مبكرا وتتوضى قبل ما تنام وتنام على شقك الايمن وتقول اذكار النوم ويليت تحفز على ثلاث حاجات بالذات احرص عليهم آية الكرسي لا تجعل الشيطان عليك أي سلطان لحد ما تصبح الحاجة التانية أن أنت تكتر من الاستغفار وخصوصا سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت إلى آخري لأن اللي يقرأه بالليل ويموت يدخل الجنة كما ورد في حديث لرؤى البخاري حاجة التالتة فكر أصورة تبارك لأن تبارك لو قلتها وقرأتها في ليلة ومت في تلك الليلة لن تعذب في قبرك وستدخل الجنة لأنها من الأسباب دخول الجنة أيضا يبقى حافظ على أذكار النوم وخصوصا التلاتة دولار آية الكرسي سيد الاستغفار سورة تبارك رقم تسعة التخفف من الطعام والشراب لأنك لو كانت كتير قوي قبل ما تنام في ناس متعودة قبل ما تنام يعني ما شاء الله بتحضر صفرة زي الفل ويدبها دبة تمام لحد ما يوصل أكل لأن هنا ينام مش شايف قدامه حاجة طول مهنايم كوابيسه عمال يخبط في أولاده يخبط في زوجته وتلاقي كلهم على الأرض يعني حاجات كده عيبة جدا لكن ما شاء الله ومزبط الدنيا ده لا يسمع أدان ولا يسمع فجر ولا يسمع الظهر يبقى كل سنة وحيط طيب تمام كده يبقى خفف من أكل والشرب وحتى طبيا حتى الأطباء بيقولوا أن الواحد لما ينام عاشا خفيف كده كباية زبادي وسندوتش صغير كده بجبنة نستوى للحاجة ونام أو كباية زبادي وكباية عصير ونام إنما ما تقعدش تأكل أكلة داسة قبل ما تنام لأنها تكتم على نفسك وهت يعني هتضيع عليك صورة الفجر رقم عشرة وده الأخيرة الأخذ بالأسباب منبه حطه جنبك بس بش جنب جسيره على طول لا يعني بعيد عنك وأول ما تسمع صوت لأن انت لو حطته جنبك مباشرة وانت نام غصبا عنك أول ما يرينه هتقوم ايه موقفه وهتنام لا خليه بعيد واصحى أول ما تسمع الجرس اصحى اقفل منبه وما ترجعش للصير تاني خش على طول مباشرة على الحوض اغسل وشك استعز بالله سبحانه وتعالى اذكر ربنا سبحانه وتعالى حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على مؤخرة رأساحتكم كل ليلة ثلاث عقد يقول عليك ليلة طولة فارقد فإذا قام العبده فذكر الله انحلت عقده فإذا توضى انحلت الثانية فإذا صلى انحلت عقده كلها فأصبح طيبا نفس نشيطا وإلا واصبح خبيثا نفسك أسلانا دي كانت يعني في عجالة سارعة كده الأسباب التي تعين على صلاة الفجر ومعنا لاتصالات أم ياسمينا من مصر وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام وبركاته عليكم السلام وبركاته أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أنا اتصلت بحديثك قبل كده لما كنت بقول حديثك على الشيخ اللي كلمني اللي كلمته وانتحد شخصيتك وقال لي ان انا الشيخ محمود شعب حديثك فاكر اه فاكر طبعا ربني برسيك اه أولا حديثك بالنسبة لصلاة الفجر انا والله انا يعني شوية اوظف عليها وشوية لأ نعم بس والله يجهد ان من ساعة محديثة بدأت الحلقة زبطت التليفون بتاعي على معهد صلاة الفجر الله يدر فيك وقلت الزامحة العهد كده وقابنا يقداني ان شاء الله على كده ربنا يكميكم ما يسمينا جزاكم الله خيرا واحنا عايزين بقى كده يعني كل اللي يقتصر كده عهد امام ربنا يا جماعة صلاة الفجر انا والله الذي يلاقي له غيره ولولا ذوق الوقت ولولا انا مش عايز اسبب لكم اي ملل بان يخلي الدرس ده او صلاة الفجر ممر حلقة على حلقتين لكنت ذكرت لكم والله فضائل اكتر من كده كمان صلاة الفجر فيها فضائل والله لا تخطر على قلب بشر بالدنيا واللي فيها والله العظيم انا عايزة لك حاجة انا لو لقدر الله مثلا كل خمس ست شهول لو لقدر الله فاتني صلاة الفجر ما بخرجش من بيتنا لاني في اليوم ده انا بشعر ان السماء اهتوق علي فجميل او صلاة الفجر فا ربنا يباري فيكم باسمين جزاكم وخيرا يعني ادالوا على خيرك فعالي ان حضرتك انا بس بعد اذن حدثك انا نفس اعافي يعني حضرتك بكل تلك الدوط بتاعتك فانهي مسجد انا بعت اصال لحضرتك على التليفون الموبايل اسألك فضول بس انا بس في عاف لو ينفع تقول لحضرتك حاضر عني حاضر يا حاضر يا باسمين ان شاء الله نخبركم ان شاء الله يعني دروس الفترة جاة ان شاء الله حتكون فانهي مسجد ان شاء الله حاضر علي حاضر اللي اخت رجاء السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا والله يا سيخون الله يباري في حضرتك ربني عزك يا رب كل عمري ملتزمة بصلاة الحمد لله والفجر كل الصلوات بس انا دائما وبجاهد نفس دائما للحق وبحفظ قرآن وبحفظ قرآن برد بس انا دائما خايفة ومرعوبة من القبر ومن ظلمة القبر ومن حدات القبر وبس ايه ربنا دائما على فكرة دي علامة يعني علامة صحية ان المؤمن يا جماعة يعمل ويخاف والمنافق لا يعمل ويرجو يعني المؤمن دائما يعمل خير ويعمل طاعة وخايف من ربنا ومشفق ومنظر القبر الحقيقة هو منظر مؤثر سيدنا عثمان بن عفان كما عنده التلميلي باسناك حسن كان اذا رأى القبر او ذكر القبر وامامه كان يبكي واذا ذكر امامه الجنة والنار كان لا يبكي فلما سألوا عن ذلك قال اما اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر اول منازل الاخرة فإن نجى منه العبد فما بعده ايسر وإن لم ينجو منه العبد فما بعده اشد ربنا يحفظنا احفظك يا رب العالمين من معانا الشريف طيب فعايز اقول يا جماعة ان ربنا سبحانه وتعالى بيمكن للامة دي بصلاة الفجر شوف ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن صفات اهل التمكين قال الذين امكناهم في الارض اول حاجة اقاموا الصلاة وقاتوا الزكاة وامر المعرفة ونوع المنكر ولله عاقبة الامور والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ان اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين وكان لا يرسل سراء الا في الصباح شوفوا ادي بركة الصبح وبركة صلاة الفجر ان بعد صلاة الفجر كانت الغزوات تبدأ ما كانتش تبدأ في اي وقت تاني بعد صلاة الفجر مباشرة وربنا سبحانه وتعالى لما اقسم بالخيول التي تجاهد في سبيل اخي المحنون السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا اهلا وسهلا بحضرتك في ثلاث اوقات المكروف يوم الصالح طيب وقت الوقت بعد الصلح الصبح مفهوم وبعد ثلاث العصر مفهوم اما وقت الظهيرة كان بالزبط وينتهي حاضر حاضر هو الوقت الاول اهلا وسهلا المحمود الوقت الاول من بعد الصلاة الفجر لحد بعد الشرق بالثلاث ساعة ده الوقت الاولين لو صلوات زوات الأسباب زي صلاة الجنازة زي صلاة تلوت صلاة الجنازة صلاة تحية المسجد أنا داخل المسجد فأصلي حتى في أوقات النهي أخش وأصلي واضح كده فهي أوقات النهي عن التنفل عن مطلق التنفل وليست وقت نهي عن صلاة فريدة لو كانت فتتني الفريدة طيب الأخ عبدالقادر السلام عليكم صعر الله وبركاته عليكم وصلاة وقت الله يخليك ربنا يكرمك إن شاء الله ربني أحفظك يا رب العالمين وليس لأنا لا يكثر من 6 شهر 7 شهر هنا بالسعودية معلش الصوت مش واضح يا عبدالقادر بقولك لا يكثر من 7 شهر هنا بالسعودية فقوم ورش الله أكيد يرجع منها يعني ويتعجز منها وبركاته يعني معلش ربني أحفظك يا عبدالقادر أنا حقيقة معيش يا ستشريف مش سامع مش سامع السؤال الصوت مش واضح عندي السؤال لا يقول لك يا شهر محمود أيوة بقول لك أليم علي 7 شهر هنا بالسعودية طيب السؤال إيه يا ستعبدالقادر السؤال السؤال لنهدي أنهم صوبوا لنا جاهد نفسك كده ومرة بعد مرة مرة الأولية تصح بعد فاجئة بربع ساعة المرة الثانية علاء دان الفجر اللي بعدها تشلط ومسلق يعمل لين من معنى ستشريف؟ ستشريف من معنى؟ الأختي داني السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم يا فضيلة الشير أهلا بحضرتك ربنا يعزك يا رب وزيدك من فضله أنا كان لها سؤال عند حضرتك أنا الحمد لله بداوم على الصلاة الحمد لله في أوقاتها ماشا الله وابداوم على صلاة الفجر حاضر ماشا الله بس أنا للأسف يعني مش عارفة أن أنا أوفق الإطلاق كيام الليل مع إي بظلط المنبه وكل حاجة بس للأسف بقوم على معاذ الفجر أو بس على معاذ الفجر فأنا عايزة أعرف هل فيه سبب مثلا بتبقى جنوب مثلا بتمنع صلاة القيام الليل حاضر يا أختي داني هو بس عايز أتفضلي وممكن أطلب من حضرتك طيلا اتفضلي أنا عايزة رقم بايل بتاع حضرتك لقي لي شوية استرسارات تانية طيب يطول فترها يعني أفضل كنترول إن شاء الله يدعي لحضرتك أختي داني يا ربنا برفيكي هو عموما زي ما الحسن البصير الراجل قال له يعني لا استطيعني صلي قيام الليل قال قياداتك الزنوب بس مش الموضوع مطلق كده يعني مش لازم كل اللي ما بيصليش قيام الليل يكون بسبب زنوب ولإن يا جماعة أحيانا تتفاوت قدرات العباد في النوافل عصر قيام الليل نافلة في واحد بيلاقي قلبه قوي قوي في الصيام وما بيصليش قيام الليل بس بيصلي الفجر يعني الفرائد دي مفروج منها هنصليها هنصليها اللي أنا بيكلم عن النوافل في واحد بيلاقي قلبه في الصيام وما يلاقيش في قيام الليل وفي واحد تاني يلاقي قلبه في قيام الليل وما يلاقيش في الصيام النوافل يعني وفي واحد يلاقي قلبه في الانفاق وإكرام اليتامة وإطعام المساكلين وواضح يا جماعة كل واحد ربنا اديه المفتاح عشان نخش بالجنة أما أننا صلاة الفجر اللي هو موضوعنا النهاردة ده لازم نحفظ عليه والذين جهادوا فينا والذين جهادوا فينا لنهدي أنهم صبوا لنا الأخت داليا من مصر بردسانو عليكم أيها عليكم سلام إزاي حضرتك عليكم السلام وكيد أهلا وسهلا أنا والله جدا أنا تعلمت من حضرتك حاجات كثيرة قوي أنا من أول رمضان لغض الوقت يعني بصلي الفجر الحمد لله وبصحي أهل البيت وكده فكان مش عارفة ده بخصوص الحلقة ممكن أسئلك عن حاجة صبتني قد أحصر لي في رمضان كان بيجيلي وسوسة كده مش عارفة لدرجة أن الواحد تفق الله العظمي أنا مش عايز أقول شرك أو خوف لكننا لم تطلعش من اللي الثاني بس هي كانت تتألبي بس بدرجة أن أنا قد تبكي أن الحاجات دي جوايا وكنتش أعرف إي حلها أنا أعيد أردت كده هل ربنا فرحان تعال يجيزيني على الحاجة دي أفضي عاقدني أفضي عاقدني أنا بسرعا لا أقدرش أننا أقول لها لا أعلم أقول لها بالثاني فالثاني فالثاني نحن نجمد أول نعم الحمد لله أنا موضع على القرآن الحمد لله كل يوم بقرأ وحضرتك ومحضرها ورع وألم وكل يوم بكت حضرتك تقول عليه وكل حاجة حضرتك تعلمت من أنك حكيت الكير أول جمدي عن المساجر والسلط أوقاتها وبعض يعني ذكرى ربنا سبحانه وتعالي أنا حضرتك حضرتك أنا عايزة بس تشوف السؤال لنا حضرتك حاضر قلتها حضرتك حاضر عنايا يا أخت دالي هو طيب هرجعت حاجة ماشي حاضر الأخت دالي ربنا حفاظك مثل هذه الأمور الوساوثة التي تأتي التي يقذفها الشيطان في قلب العبد ما لما نتكلم العبد لا يؤخذ العبد على مثل هذه الأشياء خصوصا أن هذه الأمور قد تأتي إلى الإنسان رغم رغم أنفه الشيطان يقذف في قلب الإنسان فكرة معينة أو حاجة معينة والإنسان لم يتكلم بها فعلينا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونكثر من الاستغفار فقد يدخل إليه للشيطان بسبب تقصير معين أو بسبب زنبه معين نكثر بالاستغفار ونكثر من الاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا يحفظنا يا أخي محمد السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا أحبك أحبك إذا أحترف ربنا أخليك دلوقتي الشيخ هو لما صلى الله عليه السلام هل الشيطان بيشاكك في عبوديةك لله بيشاكك في عبوديةك لله نعم دي وظفته دي شغلته ده شغلته أصلا هو أقل ولا أضل لأنهم يعني ده هو نفسه يضل لكل الناس وبعدين قال لأقوضان لهم صراطك المستخيم ده شغلته هو ما ليس شغلانا غير نحن صاد يا سبحان صحي يعني أفضل زي ما كده بيماني بالله سبحانه وتعالى أو أي حاجة هو يوسفت فيها نعم العكسة على أنا عايز أقول حاجة زيارة خالص يا جماعة إحنا يمكن عملنا في رمضان هنا على خناة اكرأ برنامج كامل اللي هو برنامج المصارع والحمد الله صدر بعد ذلك مجلد المصارع ذكرنا فيه كل المعلومات اللي نفسك تعرفوها على عالم الجن والشياطين وإزاي نحن بقى ناخي أنفسنا ذكرنا 35 حصن بفضل الله نقدر نتحصن به من الشيطان فهذا الكتاب نقدر نتحصن زي من الشيطان لأنه هو ده العدو بتاعنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو ده كلام ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقنا وخلقه هو ربنا سبحانه وتعالى خلق الشيطان وخلقنا كمسلمين فبيقول لنا خذوا بالكم ده عدوكم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا العباسي من الجزائي السلام عليكم السلام عليكم يا شهيف عليكم السلام ورحمة الله شهادة لله بأن الحقيقة صلاة الفجر عندما نصنب الفجر لنا مهار وعندما لا نصلي الفجر لنا نهار آخر مختلف على النهار الذي نصلي فيها الفجر هل شهادة لله والله صدقت صدقت السؤال هو عن الدعاء الفجر الدعاء والفجر لفضلك رأيك يا شهيف ومشكور تشكرا ربنا يا بارك في حريك عباسي ربنا يا حفاظك واسترك فعلا كلامه مزبوط 100% إن فعلا يوم ما بنصلي الفجر فيه جماعة اليوم حاجة روعة روعة كمة في الجمال كل حاجة متسر الدنيا منورة الدنيا مزهزهة واليوم اللي يفوتنا فيه صلاة الفجر بأي يوم أعوذ بالله صحب قوي قوي بجد والله العظيم لدرجة أعوذ أنا أذكر أن مر صلاة الفجر الحمد الله ملك الحمد يا رحمة نادرا أن الواحد يفوت صلاة الفجر بإزاي لكن لما كان يفوت صلاة الفجر كان بيبقى اليوم ده فيه شوية ابتلاءات حاجة كده مشكلة يعني من قلبك يا حبة فصلاة الفجر بتنور حياتك ويومك أنت في حفظ الله أم عبد الرحمن السلام عليكم السلام وبركاته الله ربنا عزك الله خير لو سمحت أنا كنت أعيز أسأل عندي وزرتي كده أن أولادي بيسهروني فبسحة وزرتي بسحية على سلي فضره وبسحة بس مش قادر أقوص وقومش نعم وقومش بقيت أخر بس بيعودوني كده النهار بطلباتهم أنا ما كنت في كده بس بعد كده بقيت كده يعني ومش مفتوط أن أنا كده حرام أو أنا هقول لحاجة عم عبد الرحمن والله ربنا يبارك لف عمرك يا رب ويحفظك ويجازيك عنا كل خير على السؤال الحلو ده أنت أثرت نقطة حلو قوي الأمهات اللي معهم ببيهات صغيرة وبيصهرونهم يعني الله يكون في العون يعني بنشوف طبعا يعني الواحد بيشوف مثلا زوجته لما بتصهر على الطفل الصغير ده أو الطفل الصغيرة حتى صعب قوي قوي بساعة ممكن تنام والطفل على حجرها حتى كمان بس هي طب هي في التسحة مساء الساعة سبعة أو تمانية وما صلتش الفجر دي تعمل اين نصحتي لكل أم عندها بيه بصغير طفل صغير أن لما حتى الطفل يصهرها وتنام قبل الفجر غزب عنها تنام قبل الفجر بساعة ونص ساعة تنام وفي تكتب لها كأنها صلت الفجر في جماعة حاضرة بفضل الله سبحانه وتعالى وده من فضل ربنا من نام وهو ينوي قيام الليل فغلبته عينا كتب له قيام ليلته وكان نومه صدقة تصدق الله بها عليه الله أكبر شفت فضل ربنا شفت يدينا جميل إزاي دكتور وقيد السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام وبركاته ربنا يحفظك واسترك آمين يا رب إن شاء الله بسم الله سعيد والله اللي بات ما حذرتك وما تعرفش عده يعني تمتعنا بالبرنامج المصارح في رمضان ربنا يا ربي يزيد احفظك يا رب إن شاء الله آمين يا رب العالمين بأكد دايما على حدث نبقى السلام من طل الفجرة في جماعة في ذمة الله الحقيقة أذكر لحدك موقفين طبعا من هو وطل السعودية جديد وكده يعني أوراق الاستخدام دي يعني هي أوراق كلها اللي واحد يستوي فيها دي روح يخلص فأقول زوجتي ما تلاقيش ومفيش مجال للرفض قص الورقة هيخلص روح ليس وصل الفجر وراء اترفض مرة ثانية اترفض مرة ثالثة لا قلت لا حضيع أنا كده لو أدى صلدي الفجر فعلا صلدي الفجر الحمد لله مواضب علي لكن مو عدم التكرس الاول وكده الحمد لله ربنا يسأل روح رفض رفض قيادة وده من الحاجات الصعبة هنا السعودية يعني مواضب مواضب الحمد لله صل الفجر ورايح تمام تمام ايه ده بسوه بقالي الحمد لله الموقف الجميل يا جماعة والله العظيم يلي بتصهر طول الليل تقول المشوار الفلان ده مين هيخلص وفلان بي وفلان باشا وعمل اتصالات مش محتاج اتصالات خلي اتصالك بربك سبحانه وتعالى بدل ما تقوم تفكر في سين وفلان وفلان بي وفلان باشا قوم صلى ركعتين بالليل الحق جل وعلى ينزل نزولا يليك بجلال وكمال من يدعوني فأجيبه من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له الى ان يطلع الصبح وام صل الصبح فانت في زمة الله يبقى ربنا استجاب دعاك في التلت الاخير من الليل وانت في حفظ الله وفي امان الله واللهم بارك لامتي في بكورها وانت خارج وربنا بيكلمك والملك بيعل قدرك بين الناس الى غير ذلك فانت ربنا ميصلك امورك بصلاة الفجر تلاقي الدنيا مشرقة ولذلك النبي اخبر ان الراجل ده اللي بيقوم ويذكر ربنا ويتوضى ويصلي قال ايه فأصبح طيبا نفسي نشيطا وإلا لو ما عملش كده بقى بيصلي وإلا أصبح خبيثا نفسي كسلانا انت بوستقف على المحطرة عمال بينفق عمال يعني مش عارفه قولك ازاي لو حد عمله كده يقوم يتخانق معاه وعمل مع مشاكل اما بقى لمصلي الفجر ومصلي خيام من الوش بنور الله اكبر لو حد عمل ايه معاي وإلا الله سامحك يا اخي سبحان الله مين معنا يا سيد سيد علي سلام عليكم السلام ورحب 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 عليكم السلام ورحب 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 يا اهلا وقت التلفزيون واسمعني من التلفزيون ماشي حاضر بسيط ماشي حاضر معجي السلطان من تفضر اه حضرت الشيخ اتفضر اه لو سمعت انا كنت بصلي اتفجر اه في جماعة في الجامعة فنزل علي نور نور من المولى عز وجل كده يا اخي حليت نور نزل عليك اه نور امم طب وط التلفزيون عشان اسمعك ايو 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 فعلا الحمد لله فالواحد يعني ماشي حاضر فالواحد يعني مCD كده الدماء وانه نور ايو ده ما تمشي يلا مصحب قرآن اتكلم كل الجسد يتكلم بالقرآن نعم ولذلك يعني قلت حمده لله والله ربنا دار فيك يا حاج دائمان ربنا ربنا يا مالي قدر استعلي الكلام واضح اللي عايز اقول لها حاجة اه اه احساس الانسان ان هو بيصلي فبيلاقي نور نازل عليه وحاية كده طبعا احنا لا ننكر وجود الكرامات لغير ذلك لكن لما حد حصل له حاجة لو حد حصل له حاجة بالمنظر ده نور نزل عليه مش عارف شاف ايه لا يحدث بها الناس عشان الحياة ديت ممكن يحسد عليها يحسد لو قال فلان ما شاء الله شاف كذا أو حصل له كذا الى غير ذلك طبعا الإيمانات بتاعتكم الحقيقة يعني الحقيقة ربنا بقى فيك يا رب العالمين اخوات كتير واخوة كتير بيشكروا في البرنامج وطلبين منكم بقى احنا حاجة بقى من خلال الإيمانات طلبين حاجة مهمة جدا الموضوع اللي تحبوا ان احنا نتكلم فيه ابعثونا احنا نتكلم النهاردة عن صلاة الفجر الدرس اللي جاء تشيف عن ايه النبي وذكر الله تقريبا على ما اذكر يعني تقريبا نعم اخصد حاجة اخصد اللي عايزكم تشاركونا جماعة تشاركونا كده قولنا نفسنا ان انتو تتكلموا في البرنامج عن موضوع النبي وكذا احنا نتكلم عن النبي وذكر الله النبي مثلا والقرآن النبي وقيام الليل النبي وصلاة الفجر يعني عضوا كده شيروا علينا بعض الموضوع الحلوة كده نجاهزها لكم ان شاء الله ونقولها في البرنامج ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم عايز اول حاجة اللي هو اخت سناء سلام عليكم وعليكم سناء عليكم والسلام فاركاته مع يا شيخ الشيخ يعني مع حضرتك ان شاء الله الله نحن نحبك في الله في المغرب يعني كلنا يعني ربنا يحفظك وحنا نحب أهل المغرب عضى افقالك يا حضر الشيخ يعني قيام الليل هل يبتدي من بعد صلاة العيشة او عنده وقت محسد يعني انا ان شاء الله الله يتقدل بعد صلاة العيشة يعني بصلي يعني انا بصلي يعني هل هو محسوب من قيام الليل ولا وقت قيام الليل عنده حاضر السؤال واضح وعودة أبقالك سؤال ثاني من فضلك يا حضر في الشيخ انا بعرف مؤمن بيصلي وبيقرأ قرآن وكل شيء ولكن عنده حاجة يعني بيدخل هل صلاته مقبولة وقيامه مقبول ولا لا شكرا يا حضر في الشيخ انا في ثواني هجاب على الاخت سناء في سرعة كذا وقت قيام الليل بعض العلماء قالوا يبدأ من صلاة المغرب الى صلاة الفجر وبعضهم قالوا يبدأ من بعد الاشياء الى وقت الفجر فكل دوت محسوب قيام الليل هنقول من الاشياء لحد الفجر ده محسوب قيام الليل لكن افضل وقت ده قيام الليل التلت الاخير حينما ينزل الحق جل وعلا نزورا يليكم الجلال وكمال والحديث لو مسلم حاجة تانية واحد مدخن وبيصلي وماشا الله بيصلي قيام الليل وصلاة الخمس وكل حاجة لكنه مدخن هل تقبل صلاةه طبعا قال جل وعلا فما يعمل مثقال ذرات خيرا يرى وما يعمل مثقال ذرات شرا يرى يحسب في ميزان حسنات الصلوات ويحسب في ميزان سيئاته التدخين ربنا يا رب يتوب على كل مدخن ان شاء الله صحنا تعالى فموضوع التدخين ان شاء الله حاجة وموضوع الصالة حاجة تانية اخر تلفون مدام رضا السلام عليكم عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم ازاي حضرتك اتفضلي اهل وسائل افترضك ربنا يخليك وقتر من امثالك يا رب ويبارك في حضرتك الله يبارك في حضرتك وعلى الزكا يا رب نفسي تدعي للمسلمين يعني خاصة عيال أخويا يا أخوتي نعم وأنا يعني عايزة أقول في حاجة بس صدري كل ما بد أصلي أو أورى قرآن في السور الجنة والنار فبعيض نعم حتى ما بدأ في الجانع يعني نعم فبصلي يعني في طيب حاضر اختراضة وده شيء طبيعي جدا اختراضة وشيء جميل على فكرة ان الانسان فضلنا بديس شيف فضلنا بديه طيب خلص شيء جميل جدا الانسان يبكي عند سماعة ذكر آيات الجنة أو النار أو غير ذلك طيب الوقت الحلقة تقريبا شبه انتهى لكن عايزة أقول حاجة نتوعد بالله عليكم والإميلات تجلنا على موقع القناة اللي احنا عايزين نشوف كم واحد وكم واحدة هيستجيبوا لموضوع صلاة الفجر وبالله عليكم قديم يذكرت لكم فضاء صلاة الفجر قدرنا نسجلها نسجلا نخش على موقع اقرأ نسمعها نكتب العناصر اللي موجودة نحاول بالقدر الإمكان نعرف كل اللي حوالينا ودهلنا على الخير كفاعلي نعرف اللي حوالينا أجر صلاة الفجر علشان نفسنا ان مساجد المسلمين تتملي في صلاة الفجر بالمسلمين ربنا يجمعنا وقياكم على الخير عهد أمام ربنا نصال الفجر وربنا يا رب يجمعنا في الفردوس الأعلى مع نبي صلى الله وكل اللي يصال الفجر ان شاء الله النهاردة وبعد كده على طول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى الله صحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبه ولحظة صفا ونقف البدان في وش الشطان بكلمة حنان وفيها الشفاء